بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل باكستان قد طال على الأحمديين ليل الظلم وهم على قدم الصبر راسخون كم أصدرتم بحقهم فتاوى التكفير وأخرجتموهم بغير حق من حضيرة الإسلام كم آذيتموهم وأرقتم دماء الراكعين الساجدين منهم ولم تبالوا بحرمة بيوت يذكر فيها اسم الله تعالى كم كذبتم عليهم وأطلقتم حولهم من الشائعات التي لا أساس لها من الصحة فهل هذا هو دعب أتباع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ماذا تنقيمون من قوم يؤمنون بالله وحده ويقولون لا كتاب لنا غير القرآن ولا نبي لنا غير محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم أين أنتم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذاكم المسلم له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفر الله في ذمته ترى كيف طابت نفوسكم أن تخالفوا قول نبيكم صلى الله عليه وسلم هل يريق أتباع الأنبياء دماء الأبرياء بإسم الدين ويذيقون غيرهم ألوان التعذيب والإضطهاد من الذي قال لنوح عليه السلام لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين وقال لإبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا وقال لشعيب لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا ومن الذي قال اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم من الذي أخرج الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم وصحابته من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله بعد أن أدانوهم بتهمة الارتداد عن دين الآباء والأجداد وعذبوهم عذابا أليما في صحراء مكة المحرقة ومن الذي يقول للأحمدية اليوم نفس ما قيل للرسول وأتباعهم ومن الذي يقول للأحمدية اليوم نفس ما قيل للرسل وأتباعهم من قبل ويفعل بهم مثل ما فعل بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل يسخر أتباع الأنبياء من مخالفهم ويتغامزون عليهم وينابزونهم بالألقاب هل هذه خصال المؤمنين أم أفعال المجرمين قال تعالى إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسل عليهم حافظين هل يكذب أتباع الأنبياء ويفترون على من خالفوهم بحجة أنهم من الأعداء وأن الكذب يجوز على العدو فأين أنتم من قول الله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا وقوله تعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم إن أتباع الأنبياء هم من يقدمون للدنيا نموذج الصبر واحتمال الأذى في سبيل الله لا تحمل قلوبهم حقدا ولا تعرف للانتقام سبيلا شعارهم هو الحب للجميع ولا كراهية لأحد ينصرهم ربهم ومولاهم ولو بعد حين مهما أظلم عليهم ليل المحن فهم على يقين من طلوع الفجر ولا تستطيع قوة في الأرض أن تضرهم لأن لهم صلة وثيقة بالسماء يكيد لهم عدوهم ويمكر بهم فيرددون مع القرآن الكريم قائلين فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم ويرددون أيضا وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين